ذكر تقرير لمعهد دراسات الحرب الامريكي ان معركة استعادة الموصل من سيطرة تنظيم داعش تحولت الى حرب استنزاف مبينا ان المعركة باتت بحاجة الى تعزيزات اضافية للمضي قدما وقال التقرير ان العمليات العسكرية تباطأت عمدا في الايام السبعة الماضية لتخفيض معدل الاستنزاف في قوات مكافحة الارهاب التي تقاتل وحدها في المدينة موضحا ان هناك رؤية بتغيير تكتيكات المعركة للاستعانة اكثر بطربات الجوية المركزة حتى وان ادى هذا الامر الى تقدم بطيء